للحديث عن نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بغزة بينضم إلينا الآن عبر صوت وصورة دكتور أسامة سعيد الكاتب المتخصص في الشؤون العربية ونائب رئيس تحرير الأخبار أهلا بك يا فندي أهلا بك سيدة نانسي أهلا بكل مشاهديك الكرام نعم دكتور أسامة الحقيقة يعني وصول مصر إلى هذا الاتفاق أو إلى هذه التهديئة أتى في وقت قياسي للغاية دعني أتحدث معك هنا عن هذا الوقت وما قامت به مصر في هذه الفترة القصيرة دكتور أسامة تفضل يعني الحقيقة بالفعل هي فترة قصيرة للغاية نحن نتحدث عن 11 يوما من المواجهات المشتعلة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لو نتذكر أن الجهود السابقة في 2014 أسفرت عن وقف لإطلاق النار بعد 51 يوم وهذا مؤشر على أن التحرك المصري كان مكسفا كان شاملا لكل الاتجاهات ويتحرك على أكثر من مستوى وأكثر من محور في محاولة لحقن دماء الشعب الفلسطيني والتوصل بأسرع وقت ممكن للتهديئة وإعلان الهدنة بين الطرفين والرئيس تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وعن ضرورة وقف التصعيد في الأراضي المحتلة وبالتالي نجاح المبادرة المصرية بعد 11 يوما من المواجهات العنيفة أنا أعتقد أنه نجاح كبير جدا للدبلوماسية المصرية وللقيادة المصرية في رأب الصادق أو في التوصل لإتفاق يحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق ويتوصل إلى هذه الهدنة التي نتمنى أن تكون بداية لتهديئة طويلة الأجل يمكن أن تكون بداية لعودة مصار السلام إلى مجره الطبيعة ربما البعض يتساءل منذ الأمس دكتور أسامة بعد هذا النجاح الباهر للدبلوماسية المصرية البعض يتساءل ما الذي من الممكن أن تكون تفاصيل المحادثات الأخيرة قبل الوصول إلى هذه الهدنة خاصة هذا الاتصال الهاتف الذي جمع أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية أو جو بايدن تحديدا وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الهدنة أنا أعتقد أن مصر تحدثت بكل وضوح مع جميع الأطراف سواء الأطراف المنخرطة في هذا الصراع وفي مقدمتها بالتأكيد الحكومة الإسرائيلية وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في أكثر من منطقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا تحدثت بكل وضوح مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف أعتقد أن لغة الحوار الواضحة واللهجة المصرية الواضحة في ضرورة التصدي لأي عدوان أو أي ووقف عمليات التصعيد ووقف إهدار الدماء الفلسطينية كان واضحا للغاية أيضا المبادرات المصرية القوية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالدعم الإنساني لقطاع غزة وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي وأيضا المساندة الكبيرة من خلال الإعلان عن إعمار أو مشاركة مصر في إعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان بمبلغ 500 مليون دولار أعتقد أنها كانت أوراق مهمة جدا ساهمت في الإسراع بالتوصل لهذا الحل لكن أعتقد أن اللهجة المصرية والقوة المصرية ووجود الوفد المصري على الأرض لأيام طويلة ولقاءاته المتعددة والمثمرة مع مختلف الأطراف أعتقد هي التي كانت لها كلمة الحسم لأن في النهاية مصر تتمتع بمصداقية كبيرة لدى كل الأطراف كل الأطراف تدرك أن مصر تتحرك من أجل إحلال السلام والتهدئة في المنطقة وبالتالي كل الأطراف تسق في الإدارة المصرية وفي القيادة المصرية وفي الأجهزة الأمنية المصرية في إدارتها لهذا الملف الحساس وأعتقد أن هذا الكلام الواضح وهذه الثقة والمصداقية التي تتمتع بها مصر كانت لها الكلمة العليا في اقتناع الأطراف المختلفة أن استمرار هذا المسلسل الدموي من الصراع والمواجهات لن يفضي إلى انتصار طرف من الأطراف ولن يفضي إلى نتيجة سوى إراقة المزيد من الدماء ومستمرار مسلسل الخسائر وبالتالي أعتقد أن الجميع ارتأى الانحياز والاستماع إلى صوت الحكمة المصرية وبالتالي نجحت المبادرة المصرية في اللحظات الأخيرة لوقف مسلسل الدم ونزيف الدم في هذه المنطقة التي تشهد الكثير من الصراعات ربما من حديثك دكتور أسامة دعني أتساءل منذ بدء الأزمة في قطاع غزة تحديدا كان هناك مناشدات كثيرة وكبيرة من الداخل الفلسطيني ليس لمصر فقط ولكن المجتمع الدولي والعربي للتدخل والوصول إلى حل لتسوية النزاع في قطاع غزة ربما الآن ويتضح من الصورة أن مصر تقريبا تعتبر البلد الوحيدة التي تدخلت لوقف هذا الصراع كيف ينظر الآن المجتمع الدولي والدول العربية إلى مصر وريادتها دكتور أسامة؟ الحقيقة فعلا أضم صوتي لصوت حضرتك وأذهب لما ذهبت إليه من هذا التحليل أن بالفعل مصر هي التي تتحدث وتعمل على الأرض كثير من الأطراف تتحدث عن القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني لكن مواقف هذه القوة وهذه الدول لا يعد أن يكون مجرد خطاب ومجرد حديث أمام الكاميرات فقط لا غير أما الوجود الحقيقي على الأرض والاتصالات المباشرة مع جميع الأطراف والعلاقة الوطيدة مع كل أطراف الملف الفلسطيني سواء في السلطة الفلسطينية أو في حركات المقاومة الفلسطينية أو في قطاع غزة أو حتى في الاتصالات الدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية أنا أعتقد أن مصر هي الوحيدة التي تتمتع بكل هذا الكم وكل هذا الزخم من العلاقات والاتصالات المسمرة والمستمرة مع كافة الأطراف وبالتالي أنا أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن يدرك أن الطرف الوحيد القادر على إحلال السلام والقادر على الحفاظ على استقرار هذه المنطقة والقادر على أن يجمع جميع الأطراف على مائدة تفاوض واحدة لا بد أن يمر هذا النهج عبر بوابة القاهرة الجميع يدرك الآن أن الدور المصري هو الدور الحاسم والقادر على إقناع جميع الأطراف رأينا حتى أربع اتصالات تليفونية من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لم تفضي إلى وقف إطلاق النار ولكن عندما تدخلت مصر وألقت بثقلها وبقوة وطرحت هذه المبادرة استطاعت أن تقنع جميع الأطراف واستجابت جميع الأطراف وأعتقد أن هذا نجاح كبير للدبلوماسية والسياسة المصرية صحيح الحقيقة يعني منذ السماع عن إرسال عدد من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة وهذا التكاتف من كل المؤسسات شيء يدعو للفخر دكتور أسامة يعني اليوم نستمع أن المساعدات الذاهبة إلى قطاع غزة بها عدد من البرلمانيين من أحزاب مختلفة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكل يتكاتف مع السياسة المصرية ومع الدبلوماسية والخارجية المصرية تجاه الشقيقة فلسطين البعض يتساءل الآن عن حالة الحب حالة التكاتف دور الأحزاب في مسندة مبادرة رئيس الجمهورية والوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين يعني في تقديري الشخصي هذا ليس بجديد على مصر مصر في كل المراحل وفي كل المواقف وكل الفترات وفي ظل حتى كل الأنظمة السياسية التي مرت بها فلسطين كانت دائما في القلب وفلسطين كانت دائما قضية لا أعتقد أنها قضية تتعلق بالسياسة الخارجية لكنها كانت قضية داخلية مصرية مصر حاربت ودافعت دماء من دماء أبنائها ومن خيرة أبنائها دفاعا عن القضية الفلسطينية مصر انتهجت نهج السلام في المقام الأول من أجل القضية الفلسطينية مصر حاربت وسالمت وفاوضت وشاركت في الكثير من المناسبات من أجل القضية الفلسطينية العلاقة ما بين مصر وما بين فلسطين أعتقد أنها علاقة تتجاوز فكرة العلاقات الدولية مصر والشعب المصري والشعب الفلسطيني تجمعهم أواصر إنسانية وأواصر تاريخية أكبر بكثير من مجرد العلاقات بين بلدين أو بين شعبين هي علاقة قديمة قدم التاريخ وعلاقة أزلية وهناك العديد وهناك ملايين من الفلسطينيين تعلموا في مدارس مصر وتعلموا في جامعات مصر وهناك مصاهرات ما بين عائلات مصرية وعائلات فلسطينية وبالتالي هذا الموقف ليس غريبا وليس جديدا بالعكس بتظهر جليا من فتح معبر رفح للمصابيد والفلسطينيين دكتور إسامة والحقيقة هذه كانت خطوة تدعو للفخر وتؤكد على ثوابت التاريخية بين الدولتين وأن الفلسطينيين هم أشقاء للمصريين وبالفعل مصري تهتم بالدولة الفلسطينية بشكل كبير وتؤكد على أنها هي محور استباب هذه المنطقة كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة صحيح وأعتقد أن الدبلوماسية المصرية والموقف المصري المشرف الحقيقة والذي يدعو بالفعل للفخر في هذه الأزمة زي ما حضرتك أشرت إرسال مساعدات الإعلان عن فتح المستشفيات المصرية لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي تكريس قدرات مرفق الإسعاف المصري لإنقاذ الجرحة والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق والإعلان عن مبادرة إعمار غزة بعد توقف العدوان كلها الحقيقة مواقف بتكشف إنسانية السياسة المصرية والوجه الإنساني للدبلوماسية المصرية وأن هذه المواقف الحقيقة ليست مواقف للمزايدة وليست مواقف للمتاجرة كما تعمل بعض الأنظمة وبعض الدول التي رأيناها تتحدث عن دعم الشعب الفلسطيني فقط بالكلمات وفقط بالشعارات وفقط بأمام الكاميرات لكن في الحقيقة لم يقف بجوار الشعب الفلسطيني سوى مصر لم يقف إلى جوار أهلنا في غزة سوى القيادة المصرية وأعتقد أن مشهد رفع الأعلام المصرية بالأمس في قطاع غزة احتفالاً بالهدنة وبوقف إطلاق النار الهتفات تحية مصر التي ترددت في قطاع غزة ومن مساجد غزة أنا أعتقد أنها رسالة مهمة جداً يجب أن تصل إلى كل العالم ويجب أن تصل إلى كثيرين ممن حاولوا أن يشوهوا العلاقة ما بين مصر وما بين الشعب الفلسطيني ومن حاولوا أن يفسدوا هذه العلاقة هذه العلاقة أبدية هذه العلاقة عميقة هذه العلاقة إنسانية في المقام الأول وبالتالي أي محاولة لإفسادها سيتم إفشالها وأنا أعتقد أن الرسالة بالأمس ومواكب الابتهاج التي عمت غزة بالأمس ورفع الأعلام المصرية ورفع صور الرئيس السيسي والاحتفال وشعار تحية مصر أعتقد كان أبلغ رد على مثل هذه المحاولات إفساد العلاقة بين الشعبي أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم من دكتور أسامة سعيد الكاتب المتخصص فيها الشؤون العربية ونائب رئيس تحرير الأخبار كنت ضايفي عبر الصوت والصورة شكرا لك